السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلوا على الرسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير ما تبخلوش علي باللايكات عشان يترفع الفيديو وشير وان شاء الله النهاردة هنعمل ايس كريم الكاسترد احنا في الخليج الحر عندنا بدأ الناس اللي عندها شتاء حتى احنا في الشتاء ايام الشتاء الاز وقت تكلي في ايس كريم هو الشتاء نعمل ايس كريم الكاسترد بدون مكينة سهل وسريع وبيدي كمية كبيرة جدا بمكونات بسيطة وانتو شايفين قوام الايس كريم تحفة ما بياخدش اي وقت يعني اعداده سهل جدا ومكوناته بسيطة ما فيوش حليب مكسف محلة تحفة 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 ولو في حاجة مش متوفرة عندك ان شاء الله هنقول على البدايل طعمه وقوامه كأنه معمول يعني ينافس الجاهز قدمناه بطريقتين لايكات وشير يلا نبدأ الطريقة والمآدير هنا اصحابي عندي نصف لتر حليب اللي هو ما يعادل اتنين اكواب معيارية مآدير هكتبها لكم في صندوق الوصف لو ما يعرفش صندوق الوصف هو مسلس مقلوب بجانب عنوان الفيديو اضغطي عليه هتلاقي المآدير هضيف عليه معلقتين من الكاسترد بودر الكاستر بودر مسحوق الكاسترد ده اللي هو على السخن في منه على البارد اللي بيتحش به الجاتوهات والكيك وده على السخن متوفر في كل السوبر ماركت طب لو انا ما عنديش تقدر تستبدليه بنشاء اللي هو الكورن فلاور او حبابنا في المغرب العربي بيقولوا عليه معي زينا وحط اضفت نصف كوب من السكر لان احنا لسه هنستخدم مكون تاني فهيكون مسكر شوية فانتو برضو اتعاموا وشوفوا لان في انواع سكر بتحلي وانواع سكر مش بتحلي فانت الطعامي وشوفي حبيتي تزود السكر كل واحد حسب الزوء الشخصي بتاعه دوبنا كل المكونات السكر والحليب والكاسترد على النار على البارد اول لازم تتأكد ان الكاسترد داب على البارد ونزلت الخليط كله على الغاز وهفضل على نار هادية لازم تستمر بالتحريك الموضوع ده بياخد تقريبا حوالي من سبعة لتمن دقايق اهم حاجة تحريك مستمر شايفين بتبدأ الفقعات على الجوانب بيبدأ بالغليان وهو خلاص قرب يتماسك اهم حاجة بس هو بياخد من سبعة لتمن دقايق تحريك مستمر وكده هو شايفين قوامه تماسك ممتاز كل كوب حليب بياخد معلقة كبيرة من الكاسترد فطبعا انتو بقى حسب ما تحبو هنا عشان نام من على الغاز شايفين ما فيوش اي تكتلات ما فيوش اي حاجة لازم نخليه يبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة وهحط عليه بلاست كراب عشان ما يعملش اشرة على الوجه هنا اخدت كوب من الكريمة انا بستخدم كريمة سيلة نباتي وفي في فيديو مشتريات ادوات تزيين الكيك والحاجات اللي بستخدمها موجود في القناة شوفوه او هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف الكريم تقدري تستخدم كريم شنطي بودر تقدري تستخدم كريم شنطي آآ كريمة سيلة حيواني بس في ملحوظة الكريمة الشنطي النباتي السيلة اللي انا استخدمتها الكوب بيديني حوالي تلات لم بعد الضرب بيدي تلات اضعاف واربع اضعاف يعني احنا لو عيرنا كوب الكريمة النباتي بعد الخفق بتدي تقريبا حوالي اربع اكواب كريمة فعشان الناس اللي هتستخدم كريم او هتستخدم كريمة حيواني زي بوك او المراعي. وتيجي تخفقها هتلاقي الكمية الكريم شنطي قليلة. ده الفرق ما بين الكريمة النباتي السيلة والكريمة اه الشنطي او الحيواني. هنا انا اضفت نقطتين من اللون الاصفر بس عشان يعزز لي اللون. وده اختياري تقدروا تستغنوا عنها ما فيش اي مشكلة. الكاستر بعد اما برد اضفناه على الكريمة وهبدأ اخفقهم بالمضرب الكهربائي. طبعا انا حسيت ان الطبق اه صغير شوية. فهنقل الخليط في طبق اكبر عشان اقدر اخفقه ويندمج كله تماما. فانا قلت لكم ملحوظة بس عشان محدش يقولي انا ما عملتش ده في المقدار والحاجة. بس زي ما قلت لكم الكريمة النباتي بعد ما بتخفقيها بتزيد في الحجم اربع اضعافي. يعني كوب الكريمة بيديك اربع اكواب كريمة مخفوقة بعد الخفق. على عكس الكريمة الحيواني لما تخفقيها مع السكر البودر بتديك كمية مش كبيرة. الكريم شنطيه برضو كسين الكريم شنطيه زي او برضو لما بتضربينها بيديش كمية كبيرة بيدي كمية صغيرة. فعشان يبقى عندكه خلفية ان الكريم النباتي بيتضاعف حجمه اربع اضعاف بعد الخفق. فطبعا ومتوفرة في السوبر ماركت ومش غالية. هنا اصحابي بعد ما خفقته زي ما انتم شفتوا دخلت الفريزر لمدة ساعتين. ساعتين. بعد ساعتين وغلفته طبعا بالبلاست كريب او ساعتين هرجع اخفقه مرة واحدة بس هنخفقه حتى يندمج كل المكونات مع بعض. يبقى بنسيبه ساعة اول مرة بنخفق الكريمة مع الكاستر بعد ما كل حاجة بردت بنخفقه وندخله الفريزر لمدة ساعتين. بعد ساعتين بردت بطلعه من الفريزر واخفقه مرة تانية زي ما انت شايفه. اهو شايفين كل المكونات اندمجت. يعني بنخفقه حوالي بتاع خمس دقايق كمان. حتى كل آآ نتأكد ان ما عنديش اي كريستالات من التلج. ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين الخليط اصلا ما شاء الله تحفه وطعمه وقوامه غير طبيعي. اهو. اريد ارويكم شايفين مطت الايس كريم وحنا لسه ما جمدناهوش. اهو. بعد ما خفقناه لازم ادخلوا الفريزر لمدة ليلة كاملة. يعني بسيبه من بالليل لليوم التاني الظهر كده تقريبا. يعني من من عشر لتنشر ساعة اقل حاجة. في الفريزر هسيبه ليلة كاملة. ونرجع نشوفكم مع بعض ان شاء الله. هنا اصحابنا سبته من آآ يعني تقريبا لما خفقته كانت الساعة احداشر بالليل آآ سبته التاني يوم احنا دلوقتي وانا بكمل الفيديو كان تقريبا العصر. بنخليه بس يفوكسينا كده اول ما بنخرجه من الفريزر عشان نقدر بمعلقة الايس كريم او اي سكرابر عندك. وبنبدأ شايفين القوام بتطلع كرات الايس كريم تحفى. قوامه ما شاء الله تحفى كأنه زي اللي معمول في مكينة الايس كريم. ياهو. انا كان الولادة عندي طالبين ايس كريم في حبيت اعمل وصفة ايس كريم الكاستر عشان نفيد بها الناس. وقلت اصورها لكم بالمرة. هنزينه بقى باي المكسرات انا هحط عليه لوز اه شرايح اللي هو اللوز دي فليه. والفروطة المسكرة. وهنكسر اللون كمان بشوية فصدق مطحون. عشان اللون شايفين قوامه وريحته وطعمه خطير ان شاء الله هتجربوه. اللي ما عندوش كاستر بودر يقدر استخدم الماي زينة او الكورن فلاور او النشا بس يضيف بقى معها فانيلا. لان الميزة الكاستر بيبقى فيه مكسبات طعم. لان هو اصلا بطعم الفانيلا. تحفة. اللون الاصفر اختياري. براحتكم شايفين قوامه الايس كريم والمطة. ما شاء الله تحفة. ان شاء الله هتعملوه وتطبستو عليه. وطبعا بتخزنيه بقى في اي علبة لها. اما تغلي فيه بالبلاستيك راب او تحطيه في علب بلاستيكية لها غطة. وتخليه في الفريزر. ولو مش عايزة ياخد حيس كمان تقدر يتخزنيه او تحطيه في كيس نايلون بلاستيكي بتاع الفريزر. هيبقى ممتاز معاكم. شايفين قوامه وتعمه وتحفة. وخلونا كمان نقدمه شايفينه كمان من قرب. اهو شايفين? ما شاء الله رهيب. وخليني كمان نقدمه في بسكوتة زي الاولاد ما بيغضوه من المحلات الايس كريم. عشان براحتكم. البسكوتة الايس كريم دي برضو موجودة في اللولو في الكرفور. البكت تقريبا بريال ونص تقريبا. في منها يعني انا دي كنت جايبها صنعة في بريطانيا وفي انواع تانية صنعة في الدول العربية او في الهند تقريبا. يعني متوفرة. اهو. ومش غالية يعني. وهنا اهو حطينا الكورة على بسكوتات الايس كريم. طعمه وقوامه. ما شاء الله وطحفه. السلام عليكم.